للوقوف على هذا الموضوع معنا من إسطنبول عضو الهيئة السياسية في الاعتلاف الوطني السوري سيد عقاب يحيي أهلا بكم سيد عقاب على أولا أهمية أن توافق المحكمة الجنائية الدولية على الدعوة التي رفعتموها ضد نظام الأسد الحقيقة هذا أمر كبير جدا وحيوي جدا منذ سنوات ونحن نحاول فعلا وعبر فريق من المختصين واللجنة القانونية وعلى رأسي الأستاذ هيسم المالح أن نقدم تلوى الشكوى كي تقبل ملفات تحويل هذا المجرم وكبار المجرمين إلى محكمة الجنائية الدولية كانت هناك إجراءات قانونية لا بد من موافقة ما من مجلس الأمن أو إشارة خضراء واستمرت إسرى الجهود في آزار هذا العام قدمت هذه المذكرة وهي مرصعة بمئات الوسائق التي تدين رأس النظام و126 شخصية ومنهم أيضا شقيقه ماهر الأسد هناك قبول أولي ما يسمى في القانون شكلا من قبل مدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية الأمر يحتاج إلى جهد كبير كي ينتقل الأمر من الشكل إلى الموضوع ما المطلوب لكي يتحول سيد عقام؟ ما المطلوب لكي يتحول من القبول للشكل إلى القبول الموضوع؟ مطلوب موافقة من محكمة الجنائية الدولية ودعم أيضا من قبل بعض أعظام مجلس الأمن لكي تعتمد رسميا وتصبح دعوة مشارعنة تبدأ بعدها عملية التحقيق مع الأسماء التي وردت في هذه القائبة فنحن نأمل فعلا أن نساعد في تحويل هؤلاء المجرمين إلى محكمة الجنائية الدولية كي ينالوا الجزاء العادل الذي يستحقونه كأتلاف سوري لا يمد أنتم متفائلون في أن تنجح المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ما لم تنجح فيه منظمات دولية أخرى كمجلس الأمن في ظل وجود الفيتو الروسي خصوصا بمحاسبة الأسد الآن بعد مجزرة خان شيخون تعرفين أن هناك تحولا دوليا حصل وهناك رأي عن دولي وهناك مؤسسات حقوقية وشرعية كثيرة تطالب بمحكمة هذا المجرم الذي يستخدم الكيماوي ضد شعبه هناك رأي أفضل بكثير هناك موقف للاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية للأشقاء العرب لتركيا وغيرهم يطالبون جميعا بأن يتحول هذا الملف إلى فعلا هذه المحكمة كي يستدعى هؤلاء المجرمين ويحقق معهم هذا أمر إيجابي يحتاج إلى جهود متواصلة كي يصبح حقيقة وكي فعلا ينال هؤلاء العقاب اللازم بعد هذه الجرائم التي نادرة ما حدثت في التاريخ أحيانا يحاسب مسؤول ما أو مجرم ما عن جريمة ما فكيف والوسائق لدينا هناك فريق من المختصين يعمل منذ سنوات وجمع ألاف الوسائق مئات الشواهد المثبتة عن استخدام أسلحة تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية جرائم ضد كل ما هو مشرعا ومحلل دوليا فنحن نأمل فعلا أن تتواصل الجهود الائتلاف يضع ثقلة وأمكاناته ويأمل من الأصدقاء أن يساعدوا في هذه المهمة التي يمكن أن تكون رادعا لهذا المجرم ولغيره من المجرمين في سوريا والعالم طيب سيد عقاب ليس هناك تخوف بأن تؤثر مثل هكذا دعوة وقبولها على محادثات أستانا المقبلة أو مفاوضات شناف يعني موضوع أستانا تعرفين هذه قصة أيضا طويلة أستانا كان الهدف الرئيس وما يزال منها وقف اطلاق النار لكن خزي الأحداث على الأرض ليس هناك وقف اطلاق النار يوميا هناك قصف يوميا هناك مجازر فالأستانا إن لم تكن مجسدة بوقف فعلي لإطلاق النار إن لم يحاسب من يخرق وقف اطلاق النار فنحن نتساءل مجدها من الأستانا هذا أمر مطروح فعلا على النقاش وعند حضور وفد من الفصائل وبعض المستشارين سيناقش هذا الأمر بكل صراحة نحن نريد وقفا شاملا وكاملا وصحيحا لإطلاق النار أما إن استمر الخرق فلا معنى الأستانا وهذا أمر والقيام بعملية الإجرام واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا شيئا آخر هو يمارس يوميا عمليات القصم والقتل والتدمير يعني البراميل المتفجرة هي محللة دوليا استخدام النابان الأسلحة العنقودية وغيرها التي تقتل العشرات التي تبيد البشر والحجر كل هذه الأمور جرائم مصنفة على أنها ضد الإنسانية ولا علاقة الأستانا يعني الأستانا لن تشرعنا للقاتل ما يقوم به ولن نقلل بذلك شكرا جزيلا سيد عقابي يحيي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري حدثتنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك